بس النهاردة المباراة ما كانتش مجرد نتيجة لأهل يكسبها النهاردة 3-0 بس الأداء رائع من كل اللاعبين والأداء أروع من مارس الكولر وأنا فيه اتنين النهاردة هقف عندهم كتير عشان بس تبقى مركز معايا في اللي جاي مارس الكولر أولاً وعلي معلول سانيا مارس الكولر يحسب لهذا الرجل سواء اتفاقت معه اختلفت معه قلت إنه مدرب كبير فنياً ولا قلت إنه عنده كسور فنياً قلت أو توقعت إنه هينجح نجاح باهن مع النادي الأهلي زي حالاتي أو قلت لأ ده مدرب ما يكملش كتير مع النادي الأهلي ومش على مستوى النادي الأهلي قول زي ما تقول قول الرأي اللي انت تحبه في مارس الكورة دي كورة والكورة بيبجورديولا بيختلفوا عليه يعني فيه ناس تقولك ده مدرب عظيم فيه ناس تقولك لأ ده فيلسوف زيادة وبيجود كل المدربين في العالم كل اللاعبين في العالم الناس تختلف عليهم بس فيه حاجة هي واضحة وضوح الشمس وضوح الشمس الراجل ده عنده قائمة للنادي الأهلي عنده قائمة قائمة لاعبين للنادي الأهلي بيستخدمهم كلهم ماشي؟ بس علشان يستخدمهم كلهم لازم يبقى كلهم جاهزين كلهم جاهزين يعني ده مش من المدربين اللي بيعتمد على 13-14 لاعب في كل المباريات لا كل اللاعبين يلعبوا وكل اللاعبين جاهزين هتقول لي لأ يا كريم ما فيه مباريات النادي الأهلي مقدمش فيها شكل جيد زي مثلا مباراة الداخلية مثلا على سبيل المثال زي مباراة الهلال زي حتى مباراة سانداونز هتقول لي لأ بس المستوى ما كانش جيد لأ أنا مقصودش إنه الأهلي حلو طول الخط مع مارس الكولر هيبقى عنده مباريات مش جيدة نفس الأمر أنا بدي مثلا من بعيد قوي 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 عشان بس أربط لك يعني موبيب جارديولا عنده ماتشات وعش جوزي مورينيو عنده ماتشات وعش أنشلوتي عنده ماتشات وعش أنا هنا بتكلم على جاهزية اللاعبين مش مستوى اللاعبين يعني ممكن اللاعبين على المستوى الفردي أو حتى الجماعة يقدموا مستوى مش جيد بس اللاعب جاهز في الملعب جاهز إنك في أي وقت تستخدمه ده بصراحة شديد ما كانش موجود على سبيل المثال عشان بس أدي المثال بفترة قريبة مع بيتسو موسماني المدرب الناجح جدا مع النادي الأهلي أنا هنا ما بقولش إن بيتسو موسماني سيء ومرس الكريك كويس أو ممرس الكريك أحسن من بيتسو موسماني لا أنا بقولك إن ساعة بيتسو موسماني كان بينجح بس بمجموعة قليلة من اللاعبين 13-14 اللاعب ده قوام بيتسو موسماني على طول الخط لما حد من 13-14 اللاعب دول يتصاب يحصل مشكلة لو 2 يحصل مشكلة أكبر لو 3 تحصل مشكلة أكبر لو 4 يحصل ما حدث في النادي الأهلي الموسم الماضي وقت رحيل موسماني إن الأهلي تأثر جدا واضطرت إدارة النادي الأهلي بعد كده إنها تريح لعبيها طيب هل الأهلي يتعرض لضغط مباريات؟ نعم أكيد بس ده قدر النادي الأهلي ده قدر النادي الأهلي المهم إن فيه مدير فني يتعامل مع الضغط ده بزكاء إنه بيحاول يعمل التدوير طول الوقت فيه بعض الناس تختلف على التدوير طول الوقت بس هو عشان عارف الحالة البدنية الصعبة اللي بيتعرض لها لعبته بيبقى مضطر بس بشكل زكي إنه يعمل تدوير كتير ويغير في كتير من اللعبين عشان يقدر يقاوم هذا الضغط هتقول لي أنت قلت تنص كلامك دلوقتي إنه الضغط اللي على الأهلي ده طبيعي وده قدره آه قدره آه قدره ما هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي اللي بيلعب في دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي بيلعب في كسر عمل أنداء النادي الأهلي بيلعب في الدور النادي الأهلي بيلعب في الكاس زي ما هو ادر ريال مدريد اللي بيشتكي من الضغط ده ادر ليفربول اللي يورجان كلوب كان لسه من كام يوم بيشتكي من الضغط ادر منشستر سيتي ادر تشيلسي ادر برشلونا ده ادر الاندية الكبيرة انها تلعب في عدد كبير من البطولات فتضغط جدا فيبقى عندها اصابات وغيابات فلازم يبقى عندها البديل الكف البديل الكف اده يجي ازاي بتجهيز من المدرب ادارة بتجيب لعيبة بس المدرب اللي يعرف يشغلهم كلهم ما يعتمدش على مجموع ليلة من اللاعبين وبعد كيه يقول اصلا عندي اصابات اصلا ما عنديش لعيبة لعب بيها المطش الجاي اصلا كده ما هو مش هينفع انتوا يا جماعة بتضغطونا ليه لا ما هو ده قدر النادي الاهلي وقدر النادي الزماكن اللي يبقى في حالته بيشارك في كل البطولات قدر الاندية كبيرة طبيعي يعني فتحية كبيرة للمرس الكولر انا ما شفتش من زمان مدرب عارف يجاهز القائمة بالكامل بالكامل جاهزة بالكامل انت النهاردة شايف اللعيبة كلها يعني مثلا هديك مثال برضه عشان اقرب لك الصورة شوية في النادي الاهلي انت عندك اكرم توفيق غاب للاصابة كريم فؤاد انا بجيب لك من بدري كريم فؤاد غاب للاصابة طهر محمد طهر غاب للاصابة دي جابها هي جابها يومنا لقيت محمد هاني ولقيت حسين الشحات ولما رجع برستها ودخل على اليمين وهتلاقي في جابها وانا هنسى اسماء بس في جابها اتعمرت كان عندك السنة اللي فاتت معضلة في وسط ملعب النادي الاهلي الاهلي كان يعتمد على سلاسي واضح اديو جانج عامل السلاية حمد فتحي لو اتنين اصابوا في مشكلة لو واحد اصاب برضو في مشكلة لو التلاتة بقى غابوا هيبقى عندك مشكلة كبيرة دلوقتي بقى الاهلي عنده اديو جانج جاهز حمد فتحي جاهز وعمل السلاية غاب للاصابة ففي احمد الكندوسي جاهز في مروان عطية جاهز ده دي الاسماء انا برضو بقولك وقفشة دلوقتي عشان بلعب في نص الملعب جاهز كوكا النهاردة شفنا نازل الملعب في وسط ملعب جاهز فمبقاش في مشكلة في وسط ملعب النادي الاهلي ده حتى الظاهير الايصر اللي فيه علي معلول اللي الاهلي من سنوات ما عندهش بديل لعلي معلول مع كامل احترام لكل الاسماء اللي كانت موجودة على الدكة محمد اشرف لما تشوفه في المباتل اللي لعبها وحط النهاردة في الجزء لعبه مش هقولك قريب من علي معلول ولا هقولك زي علي معلول بس هقولك الجاب مش كبير مش واسع اويش مش واسع يعني يعرف الرجل يقدي لو علي معلول غاب المهاجمين والله عنده مشكلة في المهاجمين هلعب كهرباء هلعب الشريف هلعب بيرسيتايو هلعب حتى برونوس هلعب اي حد يلعب في الخط ده الجنح الايس هتلاقي بقى في النادي الاهلي اي لعب يغيب مفهوش تأثير واضح النهاردة عبدالقادر بيغيب ناحت الشمال معطار محمد طهر قام بالواجب ناحية التانية بيرسيتايو بيلعب على يمين مكان حسين الشحات لو قفلت خالص هلعب شريف جناح واحد كزا دي او ده المدرب اللي بيشتغل يا جماعة مش المدرب اللي بيرصص اسماء عنده 12-13 اسم كده كده هم اللي لعبوا كل مطش ويتقال عليه مدرب في الاخ لا انا بجاهز كل لعبتي طب صراحة انا معجب بيمرص الكرة عشان انا بقى امين يعني معجب معرفش طبعا مسيرته مع النادي الاهلي بقى فيها ناجحاته ولا بس انا معجب بيه من حيث المبدأ يعني